أشفت الأرقام الصحية الخليجية أن مملكة البحرين تحتل مكانة مميزة ومرموقة في مجال التطعيمات مقارنة بباقي الدول المجاورة إذ أن نسبة التطعيمات عالية جدا وذلك يعود إلى توافر برنامج متكامل يهدف إلى توفير التطعيم لجميع المواطنين والمقيمين هذا وتؤكد سجلات الصحية المحلية تمكن وزارة الصحة من تغطية الأطفال حديثي الولادة بالجرعات الأساسية الروتينية بنسبة تفوق 99% حيث تخصص الوزارة الميزانية السنوية لتوفير وشراء التطعيمات الروتينية تقدر بـ 3 ملايين دينار بحريني هذا وتعد البحرين من أوائل دول إقليم الشرق المتوسط الرامية إلى تقليل أعداد المصابين بالأمراض المعدية حيث تشير التقارير العالمية إلى انخفاض معدلاتها بشكل ملحوظ وخصوصا تلك الأمراض المستهدفة بالتطعيم حيث تجاوزت معدلات التغطية بالتطعيم في البحرين 95% منذ عام 1997 فيما بلغت 100% لبعض اللقاحات